بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد علي أفضل الصلاة وأسكتلي مرحبا بكل من التحق بقناتي أعن قدم اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية في السنة الثانية متوسط مع الوضعية الإدماجية الوضعية هي دعاء الملائكة للمؤمنين إذن نبدو على بركة الله في الوضعية الجزئية الأولى أكمل قوله تعالى واضبطه بالشكل بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما إلى غاية والأمر يومئذ لله سورة الإنفطار ثانيا اشرح الكلمتين الآتيتين الكلمتين الآتيتين لحافظين ويصلونها سؤال رقم ثلاثة بيّن ما ترشد إليه الصورة الكريمة بيّن ما ترشد إليه الصورة الكريمة شرح بسيط ووقف الفيديو واسترجع محفظته ورح نتقسمه مع بعض الحور إذن ما هو الحل؟ نبدأ بالوضعية الجزئية الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرات ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذين لله صدق الله العظيم نشرح الكلمتين كلمة الحافظين الملائكة الذين يكتبون أعمال الناس وأقوالهم الملائكة الذين يكتبون أعمال الناس العمزة على الألف أعمال الناس وأقوالهم يصلونها أي يدخلونها الآن ما ترشد إليه الصورة الكريمة أنزل الله تعالى هذه الصورة الكريمة ليحذرنا من التكذيب يوم البعث والجزاء وأن كل إنسان تتجل أعماله وأنه أفضل مخلوقات الله وترشدنا الصورة إلى نعم الله تعالى علينا التي لا تعد ولا تحصى هذا شرح بسيط للصورة الكريمة أنزل الله تعالى هذه الصورة الكريمة ليحذرنا من التكذيب يوم البعث والجزاء وأن كل إنسان تتجل أعماله وأنه أفضل مخلوقات الله وترشدنا الصورة إلى نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى نذهب الآن إلى الجزئية الوضعية الجزئية الثانية قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها آية 103 من سورة التوبة الزكاة فرض من الله تعالى على عباده الصالحين أذكر مصارف الزكاة أذكر مصارف الزكاة ومستحقيها مع شرح بسيط أذكر مصارف الزكاة ومستحقيها إذن مصارف الزكاة ومستحقها الفقراء الذين يملكون دخلا لا يغطي حاجتهم المساكين الذين لا يملكون أوت يومهم العاملون عليها الذين يقومون بتجميعها أو بجمعها ويوزعونها المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا في الإسلام حديثا وفي الرقاب العبيد الذين يريدون تحرير نفسهم الغارمون هم من يملكون دجونا اقتراضوها في الحلال وليستطيعون سدادها طبعا في سبيل الله كل عمل خيري يحفظ دين الله تعالى ابن السبيل الذين تعرض تعترضهم الأزمات في أصفارهم فتأتي الزكاة لتنفق عليهم طبعا هذه المصاريف والمستحقات لذين يستحقونها وهذه الشروحات إلا نعيد الفقر ممكن جيكم أصلا لسأل جيكم كورهية إدماجية مصاريف الزكاة ومستحقوها مع الشرح الباصل الفقراء منهم الفقراء الذين يملكون دخلا لا يغطي حاجتهم المساكين هم الذين لا يملكون قوت يومهم العاملين عليهم هم الناس التي تقوم بجمع الزكاة وتوزيعها المؤلف قلوبهم هم الذين دخلوا في دين الإسلام حادثا أي إسلام حديث وفي الرقاب هم العبيد الذين يريدون تحرير أنفسهم الغاربون هم الذين يملكون ديون اقتراضوها في الحالات ولا يستطيعون سدادها في سبيل الله أي في كل عمل خير يحفظ دين الله تعالى وعلى ابن السبيل وهو الذي كان في سفر وتعرض لأزمة فبقيا في تلك المدينة ولا يستطيع أن يغادر إلى مكانه أو إلى بلده فنعطيه الزكاة حتى يستطيع أن يقضي إحاشاته الآن نذهب إلى الوضعية الإدماجية إذن ماذا تقول الوضعية الإدماجية؟ السيق خلق الله تعالى خلق الله تعالى الملائكة من نور وكلفها بمهام عديدة السند قال الله تعالى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آيام أول ثلثة سورة التوبة التعليمة حر الفقر لا تتجاوز العشرة أسطر تتحدث فيها عن حقيقة دعاء الملائكة للمؤمنين مشيرا إلى الأعمال التي تجعل الملائكة تدعو للمؤمنين مدعما نصك بما تحفظه من شواهد الموضوع هذه الوضعية الإدماجية سنجيب عن ذلك إذن وضعية عن دعاء الملائكة للمؤمنين وما هي الأعمال التي يقوم بها المؤمنون حتى يستحقون الدعاء من الملائكة إذن بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يتمثل دعاء الملائكة للمؤمنين بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة لقوله تعالى أيضا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ ومن بين أعمال المؤمنين التي تستوجب الدعاء لهم من طرف الملائكة تعليم الناس الخير زيارة المريض المحافظة على الصلاة في المسجد والإنفاق في سبيل الله أعيد الوطياء المسجيج مختصرة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يتمثل دعاء الملائكة للمؤمنين بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة لقوله تعالى ويستغفرون للذين تابوا واتبعوا سبيلك ومن بين الأعمال المؤمنين التي تستوجب الدعاء لهم من طرف الملائكة تعليم الناس الخير زيارة المريض المحافظة على الصلاة في المسجد والإنفاق في سبيل الله كانت هذه الوضعية الإدماجية وكان هذا هو الفرض العفو لاختبار الثاني في مادة التربية الإسلامية تمنيتي لكم بالتوفيق في هذه الاختبارات وإلى اللقاء في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر